اشتركوا في القناة بمغفور الصحة والسعادة ولشعب الاردن الشقيق بدوام التقدم والازدهار والرخاء واشاد جلالة الملك المفدى بهذه المناسبة بالانجازات الرائدة والنجاحات المتواصلة التي تحققها المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة في كافة الميادين والتي حظيت بتقدير وعجاب الجميع وعززت من مكانتها الرفيعة على كافة المستويات الاقليمية والعربية والعالمية واكد جلالته واعتزازه بأواصر العلاقات الثنائية الراسخة والروابط الاخوية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والتي تجسد تاريخا طويلا من التفاهم والتنسيق والتعاون والعمل المشترك على المستويين الرسمي والشعبي مثمنا المواقف العربية الاصيلة والمشرفة التي تقفها دائما المملكة الاردنية الهاشمية بقيادة جلالة العاهل الاردني تجاه مملكة البحرين وشعبها مؤكدا حفظه الله وقوف مملكة البحرين الكامل مع الاردن الشقيق وتأيدها ومساندتها التامة لكل القرارات والاجراءات التي يتخذها لحفظ امنه واستقراره وصون مكتسباته الوطنية سائلا المولى عز وجل ان يحفظ الاردن وشعبه الكريم ويديم عليهما الامن والرخاء والاستقرار تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله